في ظل توقف التعلم الوجاهي وضعف الوصول إلى مصادر التعلم في العديد من المناطق تبرز الحاجة إلى تعويض النقص وسد الفجوة التعليمية والمعرفية من خلال جهود منظمات المجتمع المدني والمبادرات التعليمية ومنها مبادرة تمكين في محافظة معان في هذا المخيم التعليمي التفاعلي القائم على منهجية تعليمية تكنولوجية وهندسية وفنية متكاملة في محافظة معان يتم تمكين الفتيات وتدريبهن لقيادة المجتمع علميا بهدف المشروع بشكل أساسي على تحفيز وبناء قدرات الفتيات وتمكينهم من مهارات القرن الواحد عشرين ليتمكنوا من قيادة مستقبل واحد وكمان عشان يقدروا يتمكنوا اقتصاديا احنا كنا شايفين ومدركين حجم الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات النظام التعليمي يعني الشباب والفتيات بتخرجوا من الجمعات وبفوتوا سوق العمل غير مؤهلين بالمهارات اللازمة ليتنافسوا محليا وعالميا فمن خلال مخيم تمكين الفتيات في مجالات الستيم فريقنا في لقال كيمسلاب بتعاون مع المعلمات في المدارس وبيعمل على تقليص هاي الفجوة كان المشروع على ثلاث مراحل الاولى هي تدريب المعلمين تي أو تي وهالتدريب فتح لي ابواب لتطوير مهاراتي كمعلمة على الصعيدين الشخصي والمهني واعطاني الدافع لحتى اوظف هاي المهارات مع طلابي في ظل توقف التعليم الوجاهي وعن بعد تجد الفتيات في المشروع فرصة للتعلم وسقل شخصيتهن اعطاني فرصة في سقل الشخصية وتجارب علمية اول مرة اجربها في حياتي سوينا تجارب كثير اول تجربة هي سوينا مطاط وعرفت كيف كان حلو كثير وثاني تجربة هي صنعنا مني الكرتون وطاولة اول تجربة عملناها صنعنا سلايم صنعنا يدويا وصنعنا كرتون على شكل طاولة يدويا قد يشكل هذا النوع من التعليم الممنهج صدمة للطالبات عند العودة الى التعليم التقليدي وقد يشكل حافزا لهن ولمعلماتهن لتطوير منهجية التعليم التفاعلي في المستقبل وهو ما يأمله الجميع